بمناسبة موضوع الالتزام وما شابه كانت هناك تصريحات نقلتها وسائل الإعلام ونقلها المواقع الإلكترونية عن نادي المقاولين العرب وعن حضرتك فيما تعلق بأيمن حفني وعدم التزامه وبالتالي إنهائكم لعارة اللاعب أفهم من حضرتك الموقف إيه لأنه أيمن مبارح أيضاً كان له تصريحات وهو من اللاعبين اللي نادر جداً لما بيتكلم كان له تصريحات قال فيها أنه هذا الكلام ليس حقيقي وأنه الرجل الملتازم كان مع الفريق وهي مرة واحدة بس الغاب عنها عن نادي المقاولين العرب طب تسمع لي بقى أسرد الموضوع بالضبط تفضل يا فضل وأنا أسرد الموضوع من كلام أيمن نفسه تفضل لو ضفت كلمة من عندي عن الحديث اللي صرح به تقول لي هذا الكلام تفضل نمرت واحد أيمن قال بس طبعاً مع الزميل المزيق ما أخدش باله لأنه قد يقول له أنا قلت للمحامي وأنا بجيب لك النص بالضبط إن أنا طلبوني عشان أخش أنت عارف إن إحنا من أول يوم بدأنا نطبق أو بعد أسبوع وعشر تيام بدأنا نطبق العيبة كلها مع كابتن عماد مع كابتن عبد الرحمن على الفيديو في الكونفرنس يومياً بيعملوا تدريبات ومتابعة لبوضي الساعتين كابتن أيمن تلت شهور كاملة أعتذر وقال أنا عندي نادي بتضرب فيه إذا كنا احنا كمحترفين كل واحد هيقول لي عندي نادي طب اتضربوا كلكم في البيوت وتعالوا للاعبكم المباليات وباعتقوا بنفسه بتلت شهور باعتقوا عن هذا واحد باش مهندس محمد باش مهندس محمد باش مهندس ايو معلش الصوت بيقطع لانه ايه غالباً حياتك بتضغط من غير ما تقصد على الزرائر بتاعت التليفون اه اه ايو معلش طب في مرة حياتك حطيتني على الويتنج فترة طويل عادت اسمع أغاني وحاجات كده طب كويس خرجتك بالموت اتفضل افضل افضل اتمرر تاني حضرتك اتفضل ان احنا كان فيه الفيديو كونفرنس شغال مع كل اللعيبة ايه الى الثلاث شهور الحظ وكله مع الجهاز الفني ومع بذرب الاحمال كل يوم لمدة ساعتين حتى في رمضان كان بيبقى ده ابدأ من 11 روز كابتن ايمن قال رفض هذا الكلام وقال انا عندي نادي واتدرب فيه هل يؤقل؟ هل يؤقل انت لا يعمل محترف او تلك شهور مهارفش حاجة عنك يبا اذا كل اللعيب كله عادي يوعد في البيت حتى في اليام العادية اتدرب في النادي بتاعه ويجو عالمكش كلام غير مكبول ايه عملته تليفونات كتير مكانش بيرد كلمه الكابتن عماد مكانش بيرد كلمه لكابتن رمي عادل ما استجابش وبعترفه هو قال لكن انا قلت هذا الكلام يبا ادي ثلاث شهور اللعب مبتعد تماما عن حتى علاقته بالنادي امن الاتنين وبين كلامه اولين اتبلغ الجميع بان يحضروا يوم السبب علشان بداية التدريبات الفرع كلها حضرت عملت المسحة يوم الاتنين جاءتك لو رجعت ريشريت قالك انا ما حضرتش وروحت بعديها بيوم ثالث يوم عملنا له المسحة على حسابنا وقلنا له ابتدي انتظم بالتدريبات ايوه اه طبعا الكلام ده كان عدى الاسبوع الاولاني من القصة جاء هو بنفسه كلامه انا مجيبش كلامه مش هضيف ولا كلمة من عني ماشي قال ان انا اطربت ثلاث مرات وبعدين انقطعت لمدة يوم هنا بقى الغلط انقطع لحد النهاردة ولما اقولك لحد النهاردة فانا صادق ايه اولا احنا مانيناش يمكن التصريح طلع الصحفي اللي كتبه احنا لم نوني اعرضه ولكن الكابتن قاله انت بيش محتبات الفترة دي النادي مفتوح لك اتضرب فيه واحنا لحد النهاردة بنبعت له وبنقوله ان انت غياب وبنختر اتحاد الكورة لا ها يعني دي بقى معلومة دي معلومة جديدة يعني حضرتك دلوقتي لم تنهي اعارة اللاعب وتعيده الى مصر المقصة بل انت تطالب اللاعب الالتزام والتواجد فيه التدريبات وكل ما خيل على لسان الكابتن عماد النحاس انه مش هيكون في حساباته ومسألة الحسابات دي تلاقي علاقة بانه لو انتظموا وكان في التدريبات شادت حيله والرؤية الفنية للكابتن عماد انه يستحق ان يكون موجود مع التشكيلة الاساسية او مع القايمة بتاعت الفريق حيضموا انا كده فهم صح يا فندم؟ الضبط كده انت النهاردة بتتكلم في لها بعيدة عن التدريبات اربع شهور هل ده منطق؟ لا طبعا والحد النهاردة خلي بال حضرتك اه احنا بنختاره بجوابات رسمية مسجلة لحد النهاردة لحد النهاردة ما تنفعش لتنهي الاعارة هو لسه ما فيش فترة انتقالات اه فلازم يبقى ان ننتظر بفترة لكن الكلام ان انت بيش موجود في حسابات الكابتن لانك بقى لك اربع شهور بعيدة عن النادي بعيدة عن التدريب ورغم كل هذا كان بيصرف مستحقاته في مواعدها خلال فترة التوقف يعني الاربع شهور دي واخد فيها مستحقاته؟ تمام بالزبط وهو قال كده ما هنكرش الراجل يعني هو من الورجات الحديث هو قال كده كابتن عليش محترم اليه ده عدم التزام ما انتش مقدر ان انت لعب محترف مش عايز اقول المبلغ اللي خده لحد دي لقت بقابل عشر دقايق بس لعبهم لانه جيه برضو فقول موسم ما كانش بيتدرب في المقصة خد فترة الاعداد داني عندنا لوحده ولعب عشر دقايق في كل المباريات اللي كان فيها نتفق معاكم على مقابل اه مادي اللي هو الفترة دي اه الفترة الاعارة دي صح كده بالزبط كده وملعبش غير عشر دقايق اه اللي هو اللي هو كان كاما باش مهندس اللي هو كان كاما الرقم اللي هو كان كاما الرقم كام بايز وخد المقابل ما عليش ربنا يباريكه احنا احنا لان احنا محدش ضربنا على قدينا اه لكن خد المقابل تمام اتفع المقدمة والقصات طول فترة عدم قابل انا بسأل الرقم مش من قبيل الفضول بقدر ماهو من قبيل انه انتو كنادي التزمتوا معا مدان فالناس تعرف بس انه المقابلين قرابة المليون جنيه يا كاب قرابة المليون جنيه اه في الاربع شهور اه في الاربع شهور عاية في البيت اه طيب يعني انتو كنادي ملتزمين جدا 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 معه ده رقم يعني ده رقم كلام واضح جدا ومحدد وكل الكلام ده تقلم حضرتك بمرسلة كاملة مع اتحاد الكرة اولا باول كل ما بنبعثش جوابه وزجل باقي المنصول بنبعثش اتحاد الكرة هذا الكلام فالنادي المقابل العرب انا بقولك بصراحة خلال المدة اللي انا موجود تبنى من الاخلاق انا الاخلاق دي قصة انا متكلمناش في اخلاقه واتكلمنا عدم التزامه لدرجة ان انا انت عارف ان انا تليفوني للصغير والكبير وموجود في النادة الاربع الشهر ايك انت حضرتك لا تطعن على اخلاقه لكن الحديث عن الالتزام وبينه مفارق هو كاخلاق رجل محترم جدا صح كده؟ نتكلمناش في اخلاقه رجل محترم طمع فلكن انت غير ملتزم انا بقولك غير ملتزم وما حاولش حتى اتصل بيها لحد دلوقتي واحنا بالعكس انا خليت بعض زملاء فاقمدنا مجموعة من اللعيب الكبار المحترمين جدا والمخلصين والمحبين للنادي حبوا يتكلموا مع كتير واتواصلوا ولكن لا حياة اللي مانتو نادي طيب افهم ده الوضع كله ده كلام محترم كده طيب اذا اذا انتظم اي من حفني في التدريبات المقولين العرب يفتح ذراعي ويطبق لوائحه كيفما يشاء صح كده سلام واضح يا كابسين ابراهيم انت الحد النهاردة نهاردة بقيت له جواب تاني تمام وعلى فكرة تتوقع ليه غرامات لانه دخوله برضو في مهاتفة تليفونية من غير ما يأخذ تصريح من النادي تبقى اللي حتطبقت عليه لانه ما زال لقى في النادي لم يختره احد رسميا فانه لسعب النادي عشان يقدر يطلع الكلمة حديث في التلفزيون طيب الموقف